جلسة نيابية ساخنة عقدت لمناقشة ألية اختيار رئيس حكومة جديد ومخرجات لجنة خارطة الطريق المشكلة بقرار من المجلس حيث كانت حكومة عبد الحميدة بيبة تحت مطرقة النواب فإصرارها على البقاء في السلطة لم يرق للبعض من النواب معتبرينها حكومة منتهية الولاية وأزمت الأوضاع على الساحة بل وألهبت تلميحات رئيسها المشهد حول ما كان قد وصفه بعدم التنحي حتى موعد إجراء الانتخابات معظم النواب أكدوا رفضهم جملة وتفصيلا أسوة بمن مثلوهم في هذا المجلس لما يصدر عن الحكومة حيث أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رفض أعضاء المجلس مشاركة مجلس الدولة الاستشاري في تزكية رئيس الحكومة الجديدة وحدد البرلمان خلال الجلسة 13 شرطا للترشح لمنصب رئيس الحكومة المقبلة كما أكدت عضو مجلس النواب ولجنة خارطة الطريق فوزية أبو غاليا أن اللجنة قد تقدم تقريرها النهائي إلى رئاسة مجلس النواب في الأسبوع المقبل أو قد تطلب مزيدا من الوقت حتى تقديم خارطة شاملة وفيما يتعلق بلقاء اللجنة مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا علقت أبو غاليا أن البعثة هي من طلبت اللقاء مؤكدة طلب اللجنة الدعم الأممي لمخرجاتها وحرصها على عدم التدخل في شؤونها الداخلية هذا وانتقد عديد النواب حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد دبيبة محملينها مسؤولية الوضع المعيشي المتردي في الوقت ذاته عدها آخرون من أعضاء المجلس القوة القاهرة التي أعاقت إجراء العملية الانتخابية ومع كل ما حملت جلسة اليوم من ملفات هامة ينتظر الشارع الليبي ليراها وغيرها على أرض الواقع في ظل تحشيد محلي ودولي ودعوات للجهات التنفيذية بضرورة الإسراع في إزالة المعيقات التي تؤخر العملية الانتخابية والعمل على تحديد يوم محدد لذلك ترجمة نانسي قنقر